بداية أرحب بالضيوف الزملاء الحاضرين معنا وأشكركم على قبول الدعوة والتواجد بيننا اليوم دعما لقضياتنا أشرف قضية طلبوا مني أن أصفوا كيف قلت هي جميلة مثل جميلات الشام ذكية مثل نساء بغداد رقيقة مثل إنات بيروت مدللة مثل أميرات الخليج شقية مثل الملكة المصرية قالوا هذه نهاية وصفك قلت لا هي اختصرت جمال الأنثى العربية أخذت من كل بستان وردة جورية من عرفها وقع في حبها ونسي اسمه إنها فلسطين بهذه الكلمات نفتتح لقاءنا معكم ونعطي الكلمة إلى الدكتورة نوال قطب رئيسة المجلس الأمناء المؤسسة سيدة الأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكرام باسمي وباسم جمعية التراث الفلسطيني ومؤسسة سيدة الأرض أرحب بكم جميعا كل باسمه وبحسب موقعه وأقدم وأهدي لكم تحيات الفلسطينيين للحاضرين وأجمل تحيات التونسيين والفلسطينيين لأسر الشهداء والجرحة والأسرى والمعتقلين وإنه لفخر لنا أننا شعب يولد الأمل من الألم ونبني مستقبلنا بدماؤنا ونحمي فلسطيننا بأرواحنا وباقون ما بقي الزعتر والزيتون كل الشكر والتقدير كل الشكر والتقدير بأجمل الكلمات وأرق العبارات ولكم منا تحية صادقة تحية إخلاص ووفاء بكل معاني الصداقة والإخاء أدامكم الله رمزا للعطاء ولا أريد أن أطيل عليكم شعارنا العمل شعارنا العمل والالتزام لا الخطابة والكلام أضع بين يديكم مسيرة مؤسسة سيدة الأرض مسيرة عشر سنوات من العطاء ونعلن أمامكم اليوم باسم مجلس أمناء سيدة الأرض في العالم العربي والعالم في 14-12 سيكون حفل تكريم شخصية العام العاشر على التوالي في مدينة مهد السلام مدينة بيت لحم ويفتتح بأوبريت عربي يشارك فيه معظم فنانين الوطن العربي في لوحة تعيد صياغة الوحدة والأمل هذه المغناء إهداء لأسر الحرية أهملين من الله عز وجل أن يكون مؤتمركم القادم وقد عاد مبعدين من الشتات وأسرانا من الزنازين لتخضر ربوع أرض وطننا ولتهنأ أسرتنا الفلسطينية في ظل دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف عاشت فلسطين وعاشت تونس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للتعرف أكثر على منظمتنا مؤسسة سيدة الأرض نعطي الكلمة إلى الدكتور كمال الحسيني رئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض بداية صباح الخير من هناك من أصل الحكاية من أصل الرواية من هناك من أقدس مكان من القدس من القدس والجليل وحيفا وعكة قاهرة نابليون من عنب الخليل ونخيل أريحة من هناك الأسامي التي كتبها الشهداء من هناك من أسر الحرية أشرف قضية إلى تونس الخضراء التي نحب والتي لنا فيها دماء طاهرة والتي دوما هي في المقدمة في هذا الانتماء الكبير بداية اسمحوا لي أن أشكر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة التي حضرت هذا المؤتمر الصحفي لإطلاق المغنى الملحمة الفلسطينية التونسية لأول مرة سنطلق هذا العمل هنا من تونس في أربعة تسعة كان مفروض يكون الحفل في رمالة في حديقة الاستقلال برعاية الدكتورة ليلى غنام محافظ رمالة والبيري وبالتعاون مع نادي الأسير وإخوتنا في هيئة الأسرة إلا هذا الاحتلال أبى أن يصدر تصريح دخول للفنانة التونسية الرائعة عفيفة العويني ومجموعة من أعضاء مجلس أمناء مساء سيد الأرض فهذا اضطرار واعتراف بأننا نعيش لازلنا تحت الاحتلال لذلك كما قلنا دوما نفكر خارج الدائرة ولا نيأس ولا ناميل ولا نكل وجئنا إلى هنا إلى تونس وسنصدر اليوم هذه المغنى بفيديو كليب إن شاء الله بعد لحظات سيكون أمامكم وسيوزع إلى كل وسائل الإعلام بداية هذا العمل من جو المعتقل هذه المسمى لهذا العمل من كلمات الشاعرة الفلسطينية بنت الناصرة بالمناسبة لميس كناعنة وكان لها أياضي بيضاء وأيضا كانت لها الفكرة في موضوع الأسرة قبل أربع شهور كنا هنا في تونس وافتتحنا معرض التراث الفلسطيني في قصر المؤتمرات وكان في هذه الأيام في تلك الأيام إضراب عن الطعام لأسرة الحرية بالمناسبة أنا أسير سابق كنت في عام تسعة وثمانين داخل سجون الاحتلال وكنت في النقب وخطت إضراب سبع أيام إضراب عن الطعام كنت شبلا في حينه وعندما نتعب ونجوع كنا نغني نعم للجوع ولا للركوع والفعل هذه التجربة سقلتنا منذ نعومة الأظافر وأصبحنا الآن في هذا العمل الجماهيري الوطني نقدم لفلسطين بكل ما تحمل الكلمة من معنى فأكيد الشعور يكون واضح وصادق كونك أنت خط نفس التجربة باختصار شديد ما نريد أن نضعه بين أيديكم هي مجرد نبذة عن هؤلاء الأشاوس أسرة الحرية لا زال طبعاً انتهى الإضراب وانتهى الحديث عن الأسرة بكل أسف وسائل الإعلام تأخذ الخبر بس في حينه مجرد ممكن يكون شو الإعلامي هذا الذي يهتم فيه وسائل الإعلام يعني الحديث بهذا الاتجاه لكن أردنا أن نعطي حق القضية ستة لاف معتقل ستة لاف أسير فلسطيني داخل السجون لا زالوا خلص الإضراب وهم لا زالوا يقبعون في داخل الزنزيل في الاحتلال قرابة طبعاً خمسمائة مقدسي وهون القصة أنا أصلي الضوء كوني أنا ابن القدس وحق لأيلي أن أتكلم عن هذه المدينة العزيزة على قلوبكم جميعاً يعني في كل شيء سنشاهد بأن القدس تدفع ثمن نصيب الأسد في كل المعاناة عدد سكان القدس أربعمائة وسبع ألاف نسمة عدد سكان البلدة القديمة كيلومتر مربع بما يعادل سبعة وأربعين ألف نسمة يعني يا جماعة الخير كل ست نفار في غرفة لماذا؟ لأننا هناك بقول لن نغادر على الإطلاق سنكون هناك إلى يوم الدين في كل ما يتعلق من تهويد المكان والزمان نحن شوكي هناك في حلوق الاحتلال باختصار شديد إذن خمسمائة معتقل من القدس لوحدها وطبعاً حوالي مئتين وخمسين طفل من بينهم خمسة وسبعين مقدسي وواحد وعشرين أسيرة مقدسية وفي نفس الوقت معلومة كتير مهمة من عام سبعة وستين إلى الآن هناك مئتين وستعشر شهيد مئتين وستعشر شهيد من عام الف وتسعمائة وسبعة وستين إلى الآن هؤلاء استشدوا داخل الزنزيل يجب أن نتحدث عنهم ونوثقهم ويكونوا أمامنا جميعاً لأنه أتصور هذه القضية وهذا الصراع الكبير وهذا الصراع العنيد بيننا وبين هذا الاحتلال وبيننا وبين هذا آخر الاحتلال فأتصور الاعتقالات تتركز اليوم بشكل خاص أكثر في القدس لتفريغ القدس من المسجد الأقصى المبارك وبأتصور كنتم شاهدون على القدس قبل بما يعادل شهر ونيف كيف كنا هناك كنا قلباً وقالباً كنا الولد والمرأة والختيار جميعنا كنا هناك وأنا أيضاً أصبت في هذه الأحداث لأن القدس والمسجد الأقصى المبارك خط أحمر وبأتصور وضح تماماً أمام الاحتلال أنه هذا الخط الأحمر لا يمكن تجاوزه والله الرواية عندما دخلنا من باب حطة في لحظات بعدما خلينا الاحتلال بكل معنى أنه يتنازل عن قراراته التعصفية في وضع البوابات الإلكترونية وفي خلال لحظات دخلت البرد القديم أنا الواحد والنصف عصرات العصر يعني قابل عصرات العصر بمعادة ساعة ونصف خلال أقل من ساعة كنا هناك أكثر من مئة ألف كيف أتينا؟ كيف جئنا؟ لا أعلم إنما أتينا وكنا هناك ودخلنا رغم أنفهم لأنهم حاولوا يغلقوا أيضاً دائماً بيساويوا مكتسبات حتى في الهزيمة حاولوا يغلقوا باب حطة لكن إحنا أخذنا قرار أن ندخل من باب حطة وستطعنا بالفعل أن ندخل رغم أنوفهم وبالفعل كان الصورة واضحة أمام جميع بأن هذا المقدسي أمام المسجد الأقصى هو جندي بكل ما تحمل الكلمة من معنا فلهذا جاء هذا العمل لنقول لأسر الحرية نحن معكم قلباً وقالباً انتهى الإضراب لكن أنتم موجودون في داخل السجون لازلتم لن يكون هناك سلام إلا في تحرير آخر أسير فلسطيني وبالمناسبة هذا ليس حديث فقط وإنما حديث رأس الهرب الفلسطيني سيادة الرئيس أبو مازن في كل حديث يتحدث عن أسر الحرية وبالفعل كل الضغوطات التي كانت على السيد الرئيس أبت بالفشل لأنه يحمل هذه الرسالة الواضحة والنقية والطاهرة تماماً إذن هذه المغنى أشكر كل من قام فيها برغم أن محمود درويش قال ما شفتش شكراً ما سمعتش شكراً ما بين العاشقين وتونس وفلسطين نحن دوماً قلباً وقالباً الهطين والأذين في هذه الرسالة التي قلت فيها الآن في حديث عبر وسائل الإعلام رسالة أولاً لكل وطن عربي تعلموا من هذا التونسي الذي لا يملك من البترول الكثير ولا يملك من المال الكثير إنما يملك الحب الكبير والصادق العميق إلى أقدس قضية القضية الفلسطينية فأولاً ترفع لكم القبعة لكل تونسي وتونسي من هناك من كل أسير فلسطيني اليوم أكيد سعيد لأن أيضاً هذه الرسالة هي رسالة معنوية لكل الأسرة أنه في هذا الوقت عندما انتهى كل الحديث عنهم نحن مرة أخرى نعود عبر وسائل الإعلام ونتحدث عنهم بكل إسهام وبكل وضوح أن هؤلاء الأشاوس لا زالوا في داخل السجون الإسرائيلية مروراً بذلك نحن نقول دوماً بأن الحياة كالسفينة شرعها الأمل وقبطانها العمل والقضية الفلسطينية نحن لا نكل ولا نمل من هذا العنصر المقاوم في ذاتنا فهم يعني رسالتنا الاحتلال بابتسامة قد تكون تبدو لي صفراء هذه الابتسامة إلى الاحتلال نحن مهما حاولتم ومهما فعلتم بقول هذه فلسطين هذه كانت تسمى فلسطين وصهرت تسمى فلسطين وأكيد الذاكرة لا تموت على الإطلاق لو كان احتلال كل الوطن تبقى الذاكرة الفلسطينية عنيدة ومتمسكة بهذه الثوابت الوطنية فلذلك نحن في موسطس الأرض إن شاء الله أيضاً بهذا التجاه في هذا المؤتمر نعلن بأن 14-12 سيكون حفل تكريم شخصية العام العاشر على التوالي في مدينة السلام ومدينة مهد المسيح في قصر المؤتمرات في بيت لحم بحضور ألفين شخصية من كل دول العالم من كل دول العالم وسيفتح هذا الحفل أوبريت عربي نحن ندرك بأن هناك ألم كبير في الوطن العربي وهناك أجندات كثيرة لكن أيضاً دائماً نترك مساحة مساحة كبيرة للأمل الأوبريت هو من كلمات أيضاً الشاعر الفلسطيني سامي مهنة رئيس التحاد الكتاب في الداخل الفلسطيني وهو من ألحان إن شاء الله سيكون من الملحن المصري صلاح الشرنوبي ومشاركة أيضاً كمان 28 فنان من كل وطن العربي من هنا من تولس ستكون نوال غشام معنا وأيضاً من المغرب ومن مورتانيا من الجزائر من ليبيا من مصر من كل الوطن العربي في وقت دقيق جداً حان الوقت أن نكون معاً وفلسطين توحد الجميع بإذن الله تعالى هي القدس هي البوصلة وهي أولى القبلتين وثالث حرمين الشريفين فهي أيضاً دعوة لالتفاف حول هذه الفكرة وأيضاً إن شاء الله في نهاية البرنامج سيكون نطلق أول استطلاع أمامكم للرأي العام العربي مرشحين من العالم الشخصية التي قدمت ودعمت القضية الفلسطينية من ستكون هي شخصية العام ستكون أمامكم وعندما تطلق ستطلق أمام كل وسائل الإعلام في فلسطين وفي كل الوطن العربي طبعاً أرحب بساعة السفير سفير دولة الرائعة التي يحبوها كل فلسطين فنزويلا هذه البلد التي دائماً لها في قلوبنا أيضاً مكان وسلام فطوبى لك كنت معنا في افتتاح مع التراث الرسطيني وأنت اليوم كضيف شرف يحذونا شرفاً أن تكون بيننا وبحب وبتواضع وأيضاً بمصدقية خالصة وسلام إلى كل هؤلاء الأحرار ونرجو إلى فنزويلا دائماً التقدم والازدهار وأيضاً في نفس الوقت يحذون شرفاً برضو نوجه كلمة إلى مناضل السابق تعلمنا منه أن حب فلسطين مؤطر وهو المناضل المرحوم محمد بن صالح وأيضاً بيتصور ولده اللي هو موجود هنا الدكتور بشار بن صالح اللي بالفعل برضو يدعم المؤسس قلباً وقالباً فعندما يكون الإنسان راحل يكن يبقى في ذاكرته الطيبة لذلك نقوله دوماً أنه بني آدم لا يتاكل ولا يشرب بالفلسطيني بني آدم هو موقف وهو ذكرى إذن بهذا الاتجاه وهذا العمل الذي دائماً نوصل فيه الليل والنهار من أجل قضيتنا الفلسطينية ومن أجل هذا الشعب الذي لا شك أنه سطر أجمل وأطهر أنواع البطولات فمن هناك شكراً للجميع وإن شاء الله سأكون معكم دوماً في تونس وشكراً لعزيزتي صفاء ومن ثم الآن نأخذ شكراً جزيلاً نأخذ الكلمات حتى سنعرض الفيديو للحديث أكثر عن قضيتنا قضية العروبة فلسطين نترك الكلمة إلى سعادة الأخ متيعكاً عن أمين سير حركة فتح بتونس بسم الله الرحمن الرحيم السادة الحضور الكرام أحييكم تحية فلسطينية خالصة وأقول بداية من الصعب على الإنسان أن يؤخذ على حين غرى ويطلب منه الحديث في موضوع مباشرة ولكن طالما أن الموضوع يتعلق بقضية الأسرة فنحن نبديهم بأرواحنا وتحضرنا الذاكرة كل الذاكرة كيف لا وأنا كنت أحد هؤلاء الأبطال الذين عانوا من أسر العدو الصهيوني نعم اسمحوا لي بداية ونحن نعيش فرحة طي صفحة الإنكسام أن نبارك هذه المصالحة التي تمت بين شطري الوطن ونحن نتأمل ونحن نتأمل ونتطلع إلى المستقبل ونأمل أن تتم هذه المصالحة وأن يلتئم الجرح الفلسطيني الذي استمر لأكثر من حوالي عشر سنوات وقد رأيتم أهلنا في الوطن كيف تفاعلوا مع المصالحة وكيف خرجوا عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع فرحين بطي صفحة الإنكسام لأن طي صفحة الإنكسام فيه الخير لشعبنا ولقضيتنا وهو دليل دامغ على أن الشعب الفلسطيني جاد في مسيرته ومستعد دائما لمقاومة الاحتلال في كل الظروف فيما يتعلق بالقضية المحورية والقضية الأساسية والتي هي قضية الأسرة هذه القضية كما تفضل الدكتور قبل قليل وتحدث عنها وأشار إلى أنه عندما كان هؤلاء الأبطال والذين حين كتبت عنهم عنوانت المقال بفرسان الحرية أبطال الحرية وفرسان الحرية في أحد المقالات مع الأسف عندما يخضون إضرابا عن الطعام تتفاعل معهم وسائل الإعلام ويتفاعل معهم الشارع العربي ويتفاعل معهم الجميع من كل حد وصوب ولكن عندما عندما يعلق الإضراب أو ينتهي الإضراب مع الأسف يتم نسيان هؤلاء الأبطال خلف جدران زنازينهم المظلمة والحقيقة يجب أن نؤكد على أن هذه القضية هي أهم قضية بالنسبة لهؤلاء الأبطال أبطال الحركة الأسيرة وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومسؤولية المنظمات الدولية لأن هؤلاء الأسرى لهم الحق في الحرية هؤلاء الأبطال لم يرتكبوا أي جريمة وإنما جريمتهم أنهم أحبوا وطنهم وطالبوا بالحرية فلذلك أنتهز هذه المناسبة وأوجه نداء إلى كل المنظمات الدولية وإلى المجتمع الدولي وإلى كل أحرار العالم للعمل من أجل إطلاق صراحة هؤلاء الأبطال الذين عانوا لعقود من الزمن البعض منهم خلف القضبان و كنبذة سريعة ولا أطيل عليكم بالنسبة لأسران الأبطال الحركة الأسيرة الفلسطينية مرت بعدة مراحل وكانت المرحلة الأولى وهنا يحضرني الأسير الأول الفلسطيني وإن لم تخني الذاكرة اسمه حسن حلاوة أو حسن اللاوي وهذا الأسير ورثته كوى الاحتلال الصهيوني من كوى الانتداب البريطاني وبقي وماكث في السجن لأكثر من خمسين عاما نصف قرن يعني كانوا البريطانيين ساجنينه وبعد أن جاء العدو الصهيوني ورث هذا الأسير من الانتداب البريطاني وخرج من السجن على ما أظن في عام خمسة وثمانين يعني بقي في السجن حوال خمسين عام نصف قرن تصوروا إنسان يمكت في السجن نصف قرن لا لشيء إلا لأنه أحب وطنه ونالل من أجل وطنه وطبعا مثل هذا الأسير هناك مثل ما بقوله مثل مثايل ولعل الأغرب من ذلك يعني هذه دولة الاحتلال التي يسمونها أو التي تتغنى بالديمقراطية ويصورها الغرب على أنها واحة للديمقراطية تصوروا أن هذه الدولة ما زالت إلى غاية الآن تحاكم الناس على قانون الطوارئ البريطاني لعام الف وتسامي وخمسة واربعه يعني عندما يتم أسر أحد المناظلين وبعد التحقيق معه وبعد أن يعطوه لائحة الاتهام أحد بنود هذه سيكون طبقا لقانون الطوارئ البريطاني لعام الف وتسعمية وخمسة واربعين يعني لا زال الفلسطيني يحاكم على اعتمادا على قانون الطوارئ البريطاني لعام الف وتسعمية وخمسة واربعين فأي ظلم هذا المهم الحركة الأسيرة يمكن القول أنها مرت بداية بالفترة الأولى وكان قوى الاحتلال تستغل الحركة الأسيرة من أجل العمل في مرافق السجن يعني كثير من الأسرة وهذا طبعا في أواخر الستينات ومطلع السبعينات كانوا يعملوا في المرافق سواء كانت مصانع حتى كانوا يقوموا بسقل الماس وطبعا هذا كان بالإجبار وكان السجن أو كانت فترة السجن بالنسبة للمناضلين وكأنها مكرونة بالأشغال الشاقة وكانوا مكرهين على العمل إلى أن وجه القائد المرحوم البطل قليل الوزير نداء إلى أبناء الحركة الأسيرة وطلب منهم الامتناع عن العمل في المرافق الصهيونية مهما كلفت ثمن وكانت استجابة أبطالنا لهذا النداء من خلال الإضرابات الشاقة عن الطعام والتي استشهد من خلالها أبطال كثر أذكر منهم الشهيد البطل عبد القادر أبو الفحم والشهيد إصحاق مراغة وشهداء كثر استشهدوا في سجن نفحة وفي سجن عسكلان المهم أنهم استطاعوا أن يفرضوا واقعا جديدا وأن يمتنعوا عن العمل في المرافق الصهيونية وليس فقط الامتناع على العمل بل استطاعوا أن يحولوا هذه المعتقلات استطاعوا أن يحولوها إلى أكاديميات ثورية وإلى معسكرات ثورية فأصبح الذي يدخل هذه المعتقلات حتى مهما كانت فترة محكوميته لو دخل المعتقل خام ربما يعني يدخل المعتقل يكون مشارك في مظاهرة رمى حجر ما يكونش مأدلج ما يكونش منظم يدخل المعتقل يخرج منظم وما شاء الله عليه أصبحت المعتقلات على عكس ما أرادها العدو الصهيوني أصبحت هذه المعتقلات عبارة عن مدارس تخرج الثوار وليس فقط في مجال يعني في مجال الثورة وفي مجال النضال وإنما أيضا حتى في مجال العلم حتى في مجال العلم وما أكثر المناضلين الذين تحصلوا على شهادات عليا طبعا كافت الشهادات سواء كانت البكالوريوس أو الماجستير أو حتى الدكتورات تحصلوا عليها في داخل المعتقلات فتحولت هذه المعتقلات كما قلنا إلى أكاديميات ثورية ولعلكم تعرفون وتعلمون كم من القادة الفلسطينيين الموجودين حاليا والذين أمضوا عقود من الزمن في هذه المعتقلات الإسرائيلية على العموم نحن نزيد ونؤكد ونطلب وندعو كافة الدول الصديقة والشقيقة وندعو كافة الهيئات الدولية والمنظمات الدولية ندعوهم إلى الاهتمام بالحركة الأسيرة الفلسطينية ولا يجوز السكوت على ممارسات العدو الصهيوني لا ينبغي السكوت على هؤلاء الآلاف القابعين خلف جدران السجون لا ينبغي السكوت على هؤلاء الذين البعض منهم دخل السجن وربما كان الزوج تحامل والآن ابنه دخل الجامعة وهو مازال خلف القضبان لا لشيء إلا لأنه أحب وطنه وناضل في سبيل حرية وطنه هذا الاحتلال يجب أن يعرى دائما وخاصة ما يروج له في الغرب بأن هذه الدولة دولة ديمقراطية وأنها واحى للديمقراطية ومع الأسف أصبحنا الآن حتى في عالمنا العربي هناك بعض الأبواق التي لا تتورأ حتى عن وصف هذه الدولة بأنها دولة ديمقراطية إن الذي دخل سجون الاحتلال والذي عانى من ممارسات الاحتلال داخل هذه السجون له رأي آخر ويعرف الحقيقة الحقيقة والتي هي أن هذا العدو هو عدو عنصري عدو بشع عدو قائم على الاستعمار والتوسع وأخذ الأرض بالقوة وأن كل فرد في عالمنا العربي بالنسبة لهذا العدو هو هدف له بغض النظر سواء كان فلسطينيا أم لم يكن فلسطينيا وقد رأينا ونذكر هنا الشهيد محمد الزواري شهيد تونس الذي قامت قوات الاحتلال بإرسال مجموعاتها الغادرة للقضاء عليه في تونس التي تبعد ألاف الكيلومترات عن فلسطين لذلك هذا العدو لا يعترف بحدود وقد قالها قادة وعلى رأسهم المقبور شارون بأن حدود إسرائيل أينما تصل الدبابة الإسرائيلية وأينما تصل الطائرة الإسرائيلية ليس الدبابة فقط ولكن أيضا الطائرة معنى ذلك أن العالم بالنسبة لهم عالم مفتوح طالما هناك كوة عظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة تحمي هذا الاحتلال وتضمن وتضمن له التفوق الاستراتيجي على كافة الدول المنطقة يعني نرى الطائرة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الأمريكية الطائرة الـ 35 يستخدمها جيش الاحتلال حتى قبل أن يستخدمها الجيش الأمريكي لذلك لا بد وأن على المستوى الإعلامي لا بد من فضح هذا العدو ولا بد من إبراز قضية الأسرة في كل المناسبات ولا يجب أن يدفع الأسرة الثمن ويقوموا بإضراب شهر أو شهرين عن الطعام من أجل أن تبرز قضيتهم على المشهد يجب أن يبقوا في الذاكرة دائما ويجب أن يبقى العمل مستمر من أجل إنقاذ هؤلاء الأسرة من براث الجلاد لا أريد أن أطيل عليكم وأختم وأقول إننا يعني نتمنى لأسرانا الحرية ونتمنى لشعبنا المناظر تحقيق حلمه بالدولة المستقلة ونتمنى يا رب أن تتم الوحدة وتكتمل عناصرها وإننا على يقين بأن الحق الفلسطيني لا بد وأن يتحقق سواء الآن أو غدا أو في المستقبل وشكرا ومن غيرها فنانتنا الرقيقة الشابة عفيفة لعويني التي ستحدثنا عن الأغنية أو الملحمة التي غنتها بكل إحساس عفيفة بسم الله الرحمن الرحيم أولا نورتونا كل الأساذة أحبتنا أصدقائنا وكل وسائل الإعلام من منا نحن كعرب لم يحمل في داخله حبا لفلسطين لم يؤمن بالقضية وهي أشرف قضية ولم ما حسش يعني بألم الفلسطيني الأسير وهلا المحبة هذه ما كانتش يعني جديدة هي من قديم الأزل من أجدادنا وآبائنا واسمحوا لي بين ظفرين كوني نوجه تحية وأرسم قبلة على جبين والدي الأستاذ عبد الكريم العويني شكرا من من لأحنا صغار وكنت نشوفه كيفاش لما يجيبوا على التلفاز القضية الفلسطينية كيفاش كان يتوجع فحسينا وحبينا هالبلد العظيم من خلال محبة أهلينا فنشكر مؤسسة سيدة الأرض والمتمثلة في الأستاذ كمال الحسيني والدكتور نوال اللي أتحولي الفرصة هذية باش نقدم العمل الفني الفلسطيني التونسي وهو إهداء بصوتي لكل فلسطيني ولكل أسير ياربي نتمنى من كل قلبي أني يفك أسرهم وحقيقة لم يعني المؤتمر الصحفي كان باش يكون في رمالة لكن أنا كذلك سعيدة وفخورة جدا أنه يقام هذا المؤتمر في بلدي في مسقط رأسي فشكراً لكل أعضاء العمل وكل اللي قاموا على إنجاح هذا العمل و نحب نقولكم نورتونا وشرفتونا وإن شاء الله ينال استحسينكم شكراً بكل بكل حب نعطي المصدح للملحن الدكتور محمد الناصر بالحاج خليفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشفر المنسلين ذولي لو خيان ما خلوا ليش ما نحكي حكيها بكل شي على فلسطين على غنية مش عارف مش نحكي يعني نأكد على حديثهم اللي فلسطين راه ساكنة فينا وسكنة فينا وساكنة فينا وحتفتل ديما ساكنة فينا نشكر لمؤسسة الأرض اللي جمعتنا وجمعت الفن وتحية بالله للدكتور كمال حسيني حقيقة تنة اللي جمعنا تحية كذلك الدكتورة نوال قطب ولكافة أعضاء مؤسسة الأرض اللي خلتنا فعلا يعني نخدمه نبدعه ونحاوله قدر الإمكان أنه نبلغوا صوتنا وصوت الفلسطينيين طبعا العمل كان مضني يعني كان متعب ولكن يعني تجندنا له والحمد لله وقينا كل التعاون من مؤسسة الأرض مشكورة الأخت عفيفة ما نحكي لكم مش قداش تعبت يعني تقريبا يوميا تكلمني يوميا في التسجيل يعني وأنا بصراحة في وقتنا تعرفوا أن العمل الفني معاشكي مقبل يعني كانوا يقعدوا الفلانين وكانوا يتناقشوا وكانوا أحيانا بتليفون بالسكايب يعني تكلمني كل لحظة ونشوفوا الجمل هذي مبدلوه مبدلوهش إلى آخره يعني تعبنا وإن شاء الله ينلقى عزيبكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم طبعا نحب نذكر أني فما عنصر مهم ناقص هو معنا الشاعرة الكبيرة اللي حب نوجهولها تحية تحية كبيرة الأستاذة لميس كناعنا من هذا المنبر نحب نوجهلها تحية طبعا العمل هذا من كلماتها وطبعا كما ذكرنا من الحان الدكتور محمد وإن شاء الله تستمتعوا بالاستماع شكرا حتى تصل إليكم الأغنية بأحلى حلة قامت مخرجتنا الشابة ميسى الخضيري بأعداد وإخراج ومنتاج الكليب فلتتفضل بسم الله الرحمن الرحيم أمي سيدتي وسيدتي أصدقائنا الصحفيين الكل سيد كمال حسين سيدة دكتور نوال قطب فنلتنا العفيفة الرقيقة أنا سعيدة بلقائك الحقيقة هذه أول مرة نكون حاضرة في ندوة كما هك فكان ريهان كبير للسيد كمال اللي راهن وشد للاخر بشأن الكليب واللي كون حاضر ويوصل إن شاء الله بالإحساس الكليب هو صور وفيديوهات لأن الصور للأسرة كانت صعب الإيجاد عليها وخاصة في السجون الإسرائيلية فما بالك بأنه نوصل إحساس أسير مسجون لسنوات وسنوات في زنازنهم بشن نظهر ونبرز هالمعاناية بتاعهم بالأغنية بالفن وبالصورة الحديثة بشتمس للمشاهدين الكل أنا نتمنى أنه إن شاء الله الإحساس أنا حبيتها وعشقتها الغنية حبيتها أن تظهر بالقيمة بتاعها وأنها تكون فاعلة وتكون توصل الرسالة للمجهود الجبار اللي قاموا به فريق الإنتاج من مؤسس سيدة الأرض اللي نشكرها وإن شاء الله يا ربي أنه يخفف عليهم أسرانا وقتر كلنا شعب واحد وكلنا عرب وكلنا مسلمين وكلنا نحمل نفس القضية وكلنا نحمل من حتى في تونس من ثورة 14 جنفي العالم العربي الكل ديما يحاول ويجاهد ويسعى لحرية التعبير وحرية النضال وحرية العيش وحرية الحياة وأنه إن شاء الله يا ربي بالفن بأي ميدان بالعلم بالمدرسة بأي أنه نكون وأنه يكون ديما صورة العربي وصورة العرب من ناحية في الحرية وأنه سعيدة للغاية في هالتجربة هذه فإن شاء الله يا رب أسرانا ربي يخفف عليهم ويفرج عليهم وإن شاء الله يا رب ديما فلسطين وفي حيا تنبض في كل قلب عربي مسلم آمين شكرا يعني قبل ما نشوف شوي سطب أخي يعني شوفوا الجمال في الموضوع الحقيقة اللي هو تعزيز الانتماء عفيفة الفنانة عفيفة بعد ما غنت العمل وشهدت أحداث الأقصى راحت عملت عمل آخر للقدس القصة هون هو تعزيز الانتماء أخي أبو فادي وهذا كتير مهم جدا عند إخوتنا العرب إنهم يلمسوا الموضوع عن ظهر قلب يقربوا لإنا هذا الحكي كتير بضيف هاي الشابة الرائعة اللي أنا بتصور أولا برضو إحنا إمها اللي هي دائما محة في كل شيء والأم مدرسة يا سيدتي والأم وطن أيضا شوفي كيف صارت الموضوع يمكن بصراحة كاملة قدش كان معرفتك في فلسطين أول كانت كبيرة بس بهذه الدقة وبهذا الانتماء شو سوين إحنا في هذا العمل بتصور مش رح يكون فهذا جدا مهم إذن نترككم الآن لأول مرة نعرض الإغنية الآن أربع دقائق هي فيديو كليب بعد ما تنتهي الإغنية مباشرة اسمحوا لي نسمع أول تعليق من فنانتنا الكبيرة نوال غشام لأنا بتصور هي مدرسة وكتير بحاجة لكلماتها بعد ما نسمع الإغنية تفضل أصدقائي أدعوكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى هجل حب الوطن حيا وحدي ودفا حب الوطن حيا يا وطن حبك هوا يا وطن حبك دوا يا وطن حبك هوا حبك دوا حبك توق النجاح حبك توق النجاح ويا الحياة يلموت بك رامي وعزي وأباء لا ما يسكت في الصوت وبرب العالي الإمان من جو المعتقل لا ما نمعتقل لا 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 ما نمعتقل اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 فلسطينية على ما أظن ونتمنى أنه تواصلوا في الواحدة هذه على أمل أن نجمه نشوفه الأوبيريت إن شاء الله نهار 14 إن شاء الله وبالتوفيق الأوبيريت هو بدأ العمل فيه بإذن الله تعالى وزي ما قلت من كل دولة مشارك فيه فنان في كل وطن العربي حتى من موريتانيا والمغرب وأيضا دول التي فيها الكثير من الفقرات الضائعة مثل سوريا وأيضا ليبيا من ليبيا رأينا الفنان عبدالله لسود ومن سوريا الفنان إحسين الديك من كل بلد عربي موجود والجمال في الأوبيريت من كلماته أنه الفنان التونسي سيغني إلى سوريا وسوريا ستغني إلى مصر ومصر ستغني إلى السعودية بهذا الاتجاه بهذا التنوع حان الوقت أيها الوطن العربي أن نعود في دورة دموية واحدة من أجل أم القضايا فلسطين هي جاهزة على مستوى الكلمات الأوبيرات؟ طبعا الآن هو في تلحين الملحن هو صلاحي شرنوب إن شاء الله كلمات شاعر الفلسطيني سامي مهن رئيسة عدد الكتاب الفلسطيني طبعا وكلمات موجودة ممكن نبعثها لمن يريد ماذا ستغني الفنان والغشام؟ هذا من ناحية وسؤال الثاني في مقصة الأوبيرات هل الأغنية هذه ستكون موجودة في الأوبيرات؟ لا طبعا هذه الأغنية خاصة بالأسرة هي الآن وزعت لكل وسائل إعلام وإن شاء الله أنا رح أكون في مصر رح أوزيها على الفضائيات وفي الأردن وفي لبنان وفي فلسطين ستكون ضمن كل الفضائيات هاي الأغنية للأسرة إهداء للأسرة الحرية أما الأوبيرات هو يعبر عن الروح الوحدة في الوطن العربي وفي نفس الوقت أنه الفلسطين تجمع تستطيع فلسطين أن تجمع الوطن العربي بالنسبة للغناء للفنانة نوال سيكون أكيد أحد الفقرات المهمة بتصور لسه إحنا مخترناش أنت بتغني لأني بلد حاب بتغني فهذا رد على سؤالك وشكرا لحضورك عفوا دكتور كمال نعم كلمة شكر لأستاذ زين العبيدين بالحارث جمعية تراثنا اللي ساهموا في الفيديو كليب متاع الأغنية خمسين شخص كانوا في هذا العمل يعني البسيط شكرا وهي هي اللي أنت حكيتها أخي وصديقي أنه هذا الموضوع الوفق اللي بين التونسي والفلسطيني يعني أنا بحكي أخي أبو فادي خمسين شخص شاركنا فيها ثلاثة شهور يعني الفنانة عفيفة من بين زارة لتونس كان أجل ثلاثين مشوار أكتر شوي يعني نحاول أنه نرضيو الأطراف اللي شاركت جميعا طبعا جميعا بلا استثناء وأنا قلت أثناء حديثي أنه كما قال محمود درويش لما عندما خرجنا من تونس إلى موطئ القدم الأول قال أنه شكرا عمري ما سمعت شكرا ما بين العاشقين أسئلة أخرى من أي سؤال من إخوتنا جميعا أي مداخلة وين عزيزتنا تفضلي السبعة خير ومرحبا بكم أنا فرحانة أنا موجودة معكم مرة أخرى بالنسبة للعفيفة كنت استذفتها سابقا في الإذاعة الوطنية وكانت أول استذافة في الإذاعة وكانت فتحت غير عليها وديما أقول صوتك فيه برشة رقة فيه برشة دفء وقدش نشوفه أنت لقى حقيقية للعفيفة لكن أنا شوف هما عمل متكامل بين المؤسة بين الثقافة في الإبداع في الألحان في الكلمات يعني فم عمل كامل مش معناها صوت فقط عفيفة الغناء كان هادي معنا أنا منش موسيقية باش نعلق على طريقة الأداة وكل شيء لكن فم حاجة بالنسبة للإخراج شفت صور به لكن حبيت بسيس أمل في الكليب حسيته نقص بسيس أمل في الآخر ماذا بير أني شفت حاجة اللي في نهاية الأمر أنا بكنا باش نوصلوا للحاجة اللي نحبوها باش نهزوا المفتاح اللي حشتنا بي ونأخذوا مفتاحنا ونرجعوا ربما الكليب هذي بالنسبة للعفيفة يكون هو مفتاح لدخول لكل الوطن العربي من خلال القضية ومن خلال الكليب هذا والأداء ويبرزك لكن أنا بقيت بالنسبة للمخرجة نبحث على مفتاحها فيه شوية نور وفيه شوية أمل اللي خلينا ننظروا القدام وسامخوني شكراً من بيحل بجاوب عفيفة عفوا من بين جنود الكليب أحمد خضر الخضيري أو خضري مصور الكليب تفضل دكتور بتصور عفيفة تفضل ممكن بصيس الأمل كان موجود مشوك برشا ويديد نحبك برشا بصيس الأمل كان موجود في الكلمة يلحى يلموت بأراضي وعزي وأمان فنحب نشكر الشاعر الكبيرة لم يسكن عنا وشكراً على منحوطك شكراً عظيم بتحب تجاوبي على قضية الأمل في الإخراج والهيك اللي قيت الأمور إحنا نأمن تماماً إن أجمل أيام هي التي لم تأتي بعد عزيزتي إن أجمل أيام هي التي لم تأتي بعد سؤال آخر من إخوتي أحبتي ليلة أين هي؟ أكيد مداخلتك مهمة سبع الخير وعسلين من الناس كل مرحباً بكم أنا فرحانة برشا أني متواجدة مع إخويني وأصدقائي من فلسطين وتونس نحييكم على العمل هذي اللي بالفعل يعني ما عندي حتى تعليق عليه عمل ظهر متعوب عليه عندي حاجة واحدة على الاستفتاء هل لا يوجد في الساحة العربية من دعم القضية الفلسطينية هذه السنة يعني هذا السؤال حيرني وين هم العرب وين هم من يدعون الزعامة ما نحكيوش عن الناس العاديين لأنه القضية احنا عايشينها الناس العاديين احنا عايشين هالقضية وفلسطين في دمنا لكن هاللي هما مسؤولين اللي هما صوتهم مسموع اكثر منا احنا يعني الشعوب وين هم ما نعرفش إذا انتم ما شفتوش حتى واحد يستحق أنه على الأقل يدخل الاستفتاء يعني ممكن يفوز ممكن لا هذه حاجة أخرى لكن انه يكون موجود يعني اسمه يعني أولا يعني الاستفتاء هو فيه برضو رسائل رسائل كبير جدا اعطاء صورة بمنشتات عن كل شخصية عالمية شو قدمت إلى فلسطين وربما نحن برضو نقصد الغيرة من هؤلاء العرب أن يحاولوا أن يكون بهذا الاتجاه عظيم لكن أنا ممكن ألاقي إجابة أخرى مع أخي أبو فادي تفضل يعني ربما أنت هربت من السؤال يعني الكلام المباح ليس مباح ونغنيه كما يقول الشعر مع الأسف يعني في الزمن هذا وتحديدا في عالمنا العربي وبدون أن نسمي الآن كثير من الذين كانوا يعتبرون العدو الإسرائيلي كانوا يعتبرونه عدو أصبحوا يعتبرونه شريك أصبحوا يعتبرونه شريك ومع الأسف نحن نرى ومن خلال طبعا وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمقرؤة عمليات التطبيع اللي بتتم مع هذا الكيام وإحنا هنا بدورنا يعني ندعو إخواننا كلهم إخواننا العرب في كل مكان مندعوهم للطريث ومندعوهم لعدم الإنجرار لمثل هذه الأمور لأنه بالتأكيد ستؤثر على الحق الفلسطيني ربما البعض يقول يقول يا أخي طيب ما هم يعني الفلسطينية في حالة مفاوضات وسلام مع الإسرائيليين وهنا الإجابة تكون أنه الفلسطيني مضطر السلطة الفلسطينية مضطرة في علاقتها مع المحتل علاقة الشعب الفلسطيني بالاحتلال هي علاقة المحتل بالمحتل علاقة السجين بالسجان كثير من المناسبات كنا يعني نتحدث في هذا الموضوع وكان بعض الإقوى الذين يجهلون حقيقة الواقع الفلسطيني يبادرون ويسألون على مسألة مثلا التطبيع وكنا نقول لهم يا أخي الواقع الفلسطيني ليس كما تتصورون نحن في فلسطين وشعبنا في فلسطين لا يستطيع أن يدخل رغيف الخبز إذا لم يوافق الاحتلال على إدخال رغيف الخبز لا يستطيع أن يخرج مريض للعلاج دون موافقة الاحتلال لا يستطيع أن يدخل أي وسائل من وسائل العيش إلا بموافقة الاحتلال لذلك الفلسطيني علاقته بالاحتلال علاقة المضطر علاقة السجين بالسجان فلا يعني إذا كان هناك مفاوضات أو إذا كان هناك وضعية خاصة استثنائية ما بين الشعب الفلسطيني وما بين الاحتلال أو ما بين أي جهة فلسطينية والاحتلال لا يعني أن تكون مبرر للبعض من أجل أن ينساك ومن أجل أن ينجر وراء التطبيع مع الاحتلال وأنا قرأت بعض تقارير وهذا ليس سرا هناك عشرات المليارات من الدولارات التي تستثمر سواء عن طريق رجال أعمال بشكل خاص أو حتى عن طريق جهات تابعة لبعض المؤسسات في بعض الدول التي تستثمر في داخل الكيان الإسرائيلي المختصر المفيد نقول أنه بالنسبة لنناشد هؤلاء الإخوان سواء كانوا في مراكز مسؤولة أو غير مسؤولة نناشدهم بالتريث ونناشدهم بالتوقف عن مثل هذه العمليات من التطبيع لأن ذلك ونؤكد مرة أخرى سيؤثر على الحق الفلسطيني وكلما وكلما نساقى هؤلاء ووراء هذا الاحتلال كلما تأخر الحق الفلسطيني بالتحقق كلما تأخرت الدولة الفلسطينية وتأخر الحلم الفلسطيني لأننا نحن في هذا العالم وفي عالمنا العربي ننظر إلى أشقائنا العرب كسند لا بد عنها وهذا السند هو في الحقيقة عندما يكون قويا نكون نحن أيضا أقوياء فأتمنى أن يكون وكما تفضلت الأخت ليلة أنا لم أرى يعني زعماء من عالمنا العربي في الأصور التي مرت وهذا حقيقة شيء مؤسف جدا شيء مؤسف جدا نتمنى في المرة القادمة أو في الأعوام القادمة أن نرى بعض الذين يستحقون التكريم وسنقف لهم إجلالا واحتراما سمحني نحب نذيف حاجة ممكن هو يعني رأي أو مقترح اللي هو أهم حاجة صارت السنين في آخر العام بالنسبة للقضية الفلسطينية اللي هي موضوع المصالحة لأنه الشعب الفلسطيني عانى الكثير من الانقسام الفلسطيني فأنا أرجو أنه من سيدة الأرض أنهم يذيفوا الرئيس أبو ميزن والأخ سماعيل هنية اللي هما وصلوا للاتفاق هذا وخليوا الاستفتاء ياخذ مجرعة صدقين بالنسبة بالنسبة للمصالحة هذه أنا كنت أتمناها بشكل مضاعف لأنه آخر سجال اللي كان في مركز الجامعة العربية مع أحد الإخوان الذين ينتمون إلى حزب التحرير واتهمني بأنني أنتم إلى جهة مطبعة عندما تحدثت وكانوا دائما يأخذون علينا المتحدثين بالنسبة لمسألة الانقسام كلك يا أخي توحدوا أول وكأن إحنا استثناء في العالم الخلاف موجود لا بد أن يبقى الخلاف موجود ولكن المشكل الخلاف مشروع ولكن المش مشروع هو الإنقسام والإحتراب ويجب التوحد ليس فقط على الصعيد الفلسطيني ولكن على صعيد العالم العربي الفلسطيني يا أخي سيبوا ما دخلوا في الخلافات العربية على العرب جميعا والدول العربية جميعا أن تدعم الحق الفلسطيني وتدعم الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال الذي تدعمه أقوى وأعتلك في العالم عظيم يعني اقتراحك بناء يا عزيزتي والرئيس أبو مازن بشكل خاص يعني إحنا بتصور كما قلت له بأن 82 سنة ويبدو لي بأنه أكبر من نوح أصبح لماذا لأنه اللي شافوا خذ الفترة هذه العدة كبيرة جدا لكن نرجو أن المصالح تأخذنا حقا إلى بر النجاة وهذا موقف كتير مهم وأعتقد أنه إحنا الآن في شيء تاريخي وهذا الحفاظ على النسيج الاجتماعي الجماهيري الدورة الدمية وواحد عادت إلى فلسطين غزة هي أخت القدس وهذا شيء جدا جميل أخيرا وليس آخرا اسمحوا لي أن أشكركم جميعا أنظر إلى ملامحكم في عيني وفي قلبي وأرفع لكم القبع إكبارا وإجلالا وهذا اندلع هذه الندوة وهذا المؤتمر عن مدى المحبة وعن مدى المصدقية التي بيننا وبينكم وحقيقة أحبكم لو تعرفون كم جميعا وطوبة إليكم وأرجو من كل شخص عنده معطيات يعمل من أجل فلسطين فلسطين بحاجة لنا جميعا نحن نعم لازمنا تحت الاحتلال ولازمنا بحاجة أن نكون مع بعضنا البعض أكثر أخيرا أقول لكل التونسيين أنه أنا ما جعرت بكم بأنكم تحبوننا أكثر ما نحن نحب أنفسنا شكرا لكم بحجم السماء ونختم اللقاء بكلمة طبعا ضيف الشرف ساعة السفير يعني آخر كلمات هي لك بعض إذنك ونختم ومن ثم نتوجه إلى البوفي شكرا في الحقيقة أحييكم ويشرفني وجودي بينكم وجودي من أجل قضية أساسية في حياة العالم ككل ليست في حياة الشعب الفلسطيني أو العالم العربي من المؤسف أن في القرن الواحد والعشرون نعيش وهناك شعب مشرد ودولة مستحلة ودولة محتلة ونظام عنصري محتلة عفوا ليس الدولة لذا نقف ونتشرف وقوفي إلى جانب القضية الفلسطينية قضية النضال بكل من أي زاوة انترقتها وبكوني وبكوني من أصول عربية وأتشرف بذلك وإنني أكون سفير للثورة البوليبارية يجب أن يعرف ويكون واضح إنني سفير للثورة البوليبارية وأنا من أصول عربية والشرف أحمل الجنسية الفنزلية أقول لإخوتي التي سالت عنهم السيدة أختي العزيزة أسأل اليمن أين هم العرب أسأل سوريا والعراق أين هم العرب أسألهم وأقف وأحيي كل رجالات النضال العربي أحيي كل الشعب الفلسطيني أحيي الأم الفلسطينية بدرجة الأولى التي تجيب الأبطال إنها لا تجيب أطفالا إنها تأتي بأبطال إلى هذا العالم أحييكم جميعا وأشكر عملكم ونحن والله والعالم كله معكم والمستقبل لكم لأن اليوم الجميل هو غدا إن أجمل أيام لم تأتي بعد وأجمل ظهور لم نراها بعد شكرا لكم جميعا شكرا لكم وبمناسبة الآن الاستطلاع على الشخصية العالمية خرج إلى حيذ التنفيذ على صفحة مؤسسة سيد الأرض من يريد أن يدخل ويشارك في هذا الاستطلاع لأنه مهم جدا أن يكون رسالة عالمية موجودة على صفحة